اعمل ايه علشان اخس صلى عن نابو دوس لايك ويلا بينا اول حاجة علشان تبدأ تخس لازم تشيل من دماغك 3 حاجات اول حاجة الضيط مش حرماء مش لازم اعمل ضيط قاسي علشان اخس مش لازم ابطل او اشيل المصدر الاساسي اللي هو النشويات من الضيط بتاعه علشان اخس تعال بقى ناخد الثلاث نقطة دول اللي احنا قلنا عليهم نتكلم فيهم نقطة نقطة اول حاجة الضيط مش حرماء ايو الضيط مش حرماء انت لما تجيب الاكل وتحاولوا الاكل صحي ده مش حرماء انت لما تمنع الزيوت وتحاول تخلي الاكل بتاعك مشوي او مسلوق وعليه بهارات وطعمه حلو احسن بكتير من انت تاكله بزيوت والكلام ده كله طيب هنتكلم في نقطة الضيط مش قاسي انت لما تبطل اكل من برا ده مش انا مش بأس عليك كده انت لما تبطل اكل من برا وتاكل اكل البيت الصحي الاكل اللي انت عارف مصدره فبالتالي مفيش حرماء وانت ما بتقسيش على نفسك او تمنع اكل علشان تخس تعال بقى على نقطة امنع نشويات علشان اخس انت لما تمنع النشويات طب انت شغال مثلا وليكن 12 ساعة او 8 ساعات في اليوم ومش بتاكل نشويات فبالتالي فين المصدر الاساسي طب هو انت البروتين اللي انت هتاخده من الاكل هتتحول لمصدر طاقة علشان تقدر تشتغل فبالتالي جسمك هيستفاد ايه فانت ما تمنعش نشويات كل مثلا نرز كل مكارونا كل بطاطس كل بطاطا اي مصدر نشويات علشان تقدر تكمل تعالى نتكلم في النقطة كمان انا همنع اكل علشان اخس طيب انت جسمك عارف خلاص ان الاكل اللي انت بتدخلهله ده بسيط فبالتالي بياخد الاكل يحوله لدهون علشان تكون مصدر طاقة علشان يعرف يعمل مجهود علشان يعرف يعيش بمعنى اصح فبالتالي فكرة ان انت تمنع اكل كل ما تدخل اي اكل هتلاقي شكلك بيزيد في الوازن فالفكرة هنا ان قلة الاكل ملهاش لازم فحابب بس اوصللك ان انت مش لازم تموت نفسك قوي علشان تخس او تحرم نفسك وتقس على نفسك وتمنع نفسك من الاكل علشان تخس كل ده ملوش لازم فبالتالي انت علشان تخس عاوزك تمشي او ترتب الخطوات اللي تمشي عليه بمعنى اول حاجة لازم تحاول تعود نفسك على الاكل الصحي الاكل المشوي الاكل اللي هو في البيت الصحي زي الجبن القريش زي اللبن زي البضل مسلوق زي الحاجات دي كلها زي اللحمة زي الفراخ المشوي الكلام ده كله زي السمك كلام ده كله هتلاقيه بيساعد معاك او بيديلك نسبة البروتين اللي جسمك محتاج طيب ومصدر الطاقة بقى وده مهم جدا علشان انت لو بتشتغل شغل في مجهود كتير متقعش او متدخش لازم يكون مثلا في رز في بطاطا في بطاطس كله لازم يكون موجود في الضيط او النظام اللي انت هتمشي عليه طيب والفيتامينات لازم يكون معاك مصدر فيتامينات زي اوميجا سري او مالت فيتامين او ايا كان لازم يكون معاك الفيتامينات موجودة في النظام بتاعها طيب وبالنسبة للتمرين ده هنتكلم فيه في الفيديو الجاي والتنساشة صلى الله عليه وسلم